تفقد محافظ محافظ تابين لواروك نبوكر حسين سالم سير الأعمال الانشائية في مشروع سد حسان الاستراتيجي في منطقة دلتابين والتقى المحافظ بمشرفية المشروع من الفنيين والعاملين واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل في المشروع والإطمئنان على مدى تأثيرات فيضانات مياه السيور المحتملة وأكد المحافظ على إيطاء كل الرعاية والاهتمام لما تم إنجازه من أعمال والحرص على عدم حصول أي تأثيرات لسيور الصيف وهطول الأمطار والحفاظ على المعدات وأعمال البناء للمشروع يذكر أن المشروع تستفيد منه عشرين ألف أفدام من الأراضي الزراعية الخصبة وألاف الأسر من المشتغلين في الزراعة